عزائي متابعي بوابة در الهلال اهلا بكم في نشرة منضية عن صباح يوم الاربعاء الموافق 2 نوفمبر لعام 2022 معلوم لنا جميعا بان يوم في سوق في الاحوال الجوية سقوط امطار شبورة مائية كسيفة على الطرق السحلية والطرق الزراعية والطرق المطلع على المسطحات المائية لذلك بالناشد السادة قيد السيارات عدم النزول في الساعات الاولى من الصباح الباكر نظرا لعدم الرؤية الجيدة نتيجة الحوال الجوية السيئة وانخفاض درجات الحرارة بالاضافة الى الشبورة المائية وفي حالة الضروفة يجب الالتزام بتعليمات الامن القيادي أثناء القيادة بالطريق العام والتي علنتها لضغر العامة للمهور يجب الاول التأكد من صلاحي الفني للسيارة قبل التحرك بالسيارة بان الكوتشوك يعمل بحالة جيدة وان ضغط الهواء فيه مناسبة ليونت الاسفل استخدام حزام الامان عدم استخدام التليفون المحمول عدم وضع اطفال اقل من سبع سنوات في المقعد الامامي التركيز اثناء القيادة ايضا خفض السرعة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة اثناء السيد يجب مضعفة المسافات ما بين السيارة والسيارة التي امامها ايضا الاتزام بالحرار المنظرية تشغيل الاشراط الدوائية يمينة ويسارة قبل الدوران بوقت كافي اما على الطور السريعة فاستخدام انوار الشبوضة بالاضافة الى انوار الامامية المنخفضة ايضا يجب استخدام المساحات الزجاج الامامي والخلفي بصفة مستمرة لمنع تكون كتلة مائية او شبورة مائية على الزجاج تمنع رؤيا الجيدة مع فتح زجاج الجانبي للسيارة لمنع ايضا تكون شبورة مائية داخل السيارة من الداخل بالنسبة لزجاج الامامي والخلفي ايضا اجراءات امنية يجب ان يلتزم بها قادر السيارة مع انخفاض درجات الحرارة والشبورة المائية الكسيفة في الساعات الاولى من الصباح الباكر سقوط امطار خفيفة على محافظات القهارة الكبرى في الساعات الاولى من الصباح الباكر ده بيتطلب مننا ان احنا نلتزم بالتعليمات الامنية للقيادة حتى تكون قيادتنا مؤمنة ونحافظ على ارواحنا وارواح من معنا وكذلك ارواح الاخرين حاليا بدء كسافات المحافظة على معظم المحاوض والمدين والطرق السية نظر ان اليوم عمل رسمي لكافة اجهزة الدولة الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بالاضافة الى المدارس والجامعات واذا بينطلب في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الزره الصباحية حيث يتواجه الموظفين الى عملهم والطلاب والتلميذ الى الجامعات والمدارس بالاضافة الى السادة المواطنين الى المصارح الحكومية بمختلف انواحها لقضاء احتياجاتهم ايضا المناطق التجارية تم تعزيزها بخدمات مرضية وكسفة سابتة ومتحركة بالاضافة الى مساعدات الفنية حتى نمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع من الذي بيسبب تراكمات من نسبة الاحجام السيارات وخطوط السير نظرا للوقوف الخاطئ او الوقوف الممنوع تنسيق تام ومستمر منذ صباح الباكر بين غرفة عمليات الادارة العامة للمنور وغرف عمليات ادارات المنور بمحافظات القاهرة الكبرى لمتابعة الحالة الامنية والمرضية من نسبة لحركة سير السيارات عن طريق المنافس ومحاطات تحصيل الرسوم للقاهرة الكبرى اتجاه الطور السريعة صحراوية وزراعية وايضا الطور السريعة داخل محافظات القاهرة الكبرى والتي تشهد حاليا كسفات مرضية متحركة قد تصل الى كسفات عالية في بعض المناطق وأبرزها منزل شارع البحر الأعظم القادم المحور المونيب اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع ربيعي الجيزي اتجاه مناطق الدقي ايضا كذلك حاليا توجد كسفات المرضية متحركة تصل ايضا الى كسفات عالية بالنسبة للقادم من مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد اتجاه محافظة 26 يوليو اتجاه مناطق مدن لبنان وشرق المهندسين مناطق الأعمال بشارع الهرم بالنسبة القادم من مدان الرماية وكذلك القادم من مناطق طريق الفيوم الصحراوي والطريق اسكندراء الصحراوي اتجاه مدان الرماية ومنه الى شارع الهرم فبيشهد ايضا كسفات المرضية متحركة قد تصل في بعض المناطق الى كسفات عالية بنتيجة الاغلقات الجزئية والاغلقات الكلية الموجودة حاليا بشارع الهرم ومنازمة انشاء عدد سبع محطات لخط رابع لمترو الانفاء تلك المناطق بالتي تشهد كسفات متحركة نتيجة مناطق الاعمال ونتيجة الغلق الجزئي والغلق الكل توجد بها خدمات مرضية سبتة ومتحركة بالاضافة الى المساعدات الفنية للتعامل مع اي عوائق مرضية قد تحدث وتسبب تراكمات مرضية بسبب حركة سير السيارات البطيئة بمناطق الاعمال علامات ارشادية وعلامات تنظيمية موجودة حاليا بمناطق الاعمال لرشاد قائد السيارات الى الطرق البديلة التي يجب ان يلتزم بها قائد السيارة اثناء السير بمناطق الاعمال سواء كانت هذه تحولات مرضية او فتحات موجودة في الجزر الوسطى كرحارات مستحدثة بالنسبة للسيارات بمناطق التحولات في العديد من التحولات استمرت لاكثر من عام ويمكن ابرزها بالنسبة الاغلاقات الجزئية الخاصة بشرع قومي العربية وشرع السودان وشرع جامع الدول العربية بمناطق ودائرة محافظة الجيزة وكذلك بالنسبة لإقتار المونيريل بشرع يوسف حباس وشرع زاكر حسين بمناطق محافظة القاهرة على كوبي 6 اكتوبة رحلين بيشتد كسافات متحركة قد تصل الى كسافات عالية تحديدا اعلى الوصلة المعلقة لذلك بننصح السادة قائد السيارات من الافضل سلوك المسطحات الارضية عن طريق قادم المحوى الصلاح السالم اتجاه كبري فردوس المسحدس اتجاه نفر الاظهر او ميدان العبوبة اتجاه كبري العباسية في مناطق لطف السيد في مناطق غنرة بشرع رمسيس في ميدان رمسيس في الشرع الجلاء اتجاه مناطق وسط المدينة ويمكن استكماله رحلة الى الجيزة عن طريق مطلع كبري 6 اكتوبر من ميدان عبد الماني عمرياض اتجاه مناطق الجيزة ما فيش شك ان ما زالت الاغلاقات مستمرة ويمكن ابرزها الاغلاق الكل للطريق السطحي المؤدي الى شرع السودان والمجاول لكبي احمد عظابي وده حيستمر حتى يوم الاحد القادم باذن الله تعالى وده بسبب تركيب القمر الخرصاني الخاص بمحمد احمد عظابي وتم اجراء تحولات مرضية بنفس الموقع وذلك لكثير الحركة المرضية بالنسبة لقادم من شرع احمد عظابي واميدان سفينكس اتجاه مناطق شرع السودان ايضا يوجد غلق كلي وجزئي بشارع الهرم ومن نسبة انشاء عدد اربع محطات بيتم تنفيذها الان من واقع سبع محطات خاصة بالخط الرابع لمتر الانفاء وتوجد علامات ارشادية وعلامات تنظيمية بنفس الموقع حيستتم غلقه جزئي بشارع الهرم مع تقاطحه مع شارع حسن محمد وحتى تقاطحه مع شارع المضع بمسافة 30 متر مربع كل هذه الاغلاقات بتوجد بها خدمات مضرية علامات ارشادية علامات تنظيمية بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المضرية بمناطق الاعمال بالاضافة الى منع الترقمات المضرية وده من خلال الكاميرات المضرابة الموجودة بمناطق الاعمال لسرعة التعامل مع اي ترقمات مضرية عن طريق سهل وحدات الانتشار السريع دائما بالنشهد السادة قائد السيارات في نهاية الفقرة المضرية الالتزام بقواعد واداب المضور التعاون مع رجال المضور وإن شاء الله رحل سعيدة للمصرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة